دفنا النهاردة هو واحد من أهم الترافل بلوجرز في الوطن العربي فلو ونقدر نقول عليه مغامر ونقدر برضو نقول عليه رحالة مصري بيعشق السفر واكتشاف العالم اللي بيميز محتوى ويخلى ملايين المتابعين من كل حتة في العالم يتابعوا اللي بيقدموا إنه لي زوء خاص جداً في الأماكن اللي بيسافر لها والموضوعات كمان اللي بيقدمها نوارنا النهاردة في الستوديو صانع المحتوى والرحالة المصري أحمد بدوي إزايك يا أحمد؟ اللي أخبار الحمد لله مبسوط أن أنت معي النهاردة أنا كمان طيب إحنا حبتزي دائماً بأول سؤال هو إيه اللي خليك أن أنت تبقى ترافل بلوجر؟ أنا من زمان أهلي شغل بابايا ما بين مصر السعودية وفرنسا كنا بنسافر في الأجازات كتير بس يعني السفر ليه علاقة بالشوكل أكتر ومن ساعت ما دخلت الجامعة أو قبل الجامعة أو حاجة بسيطة كنت بدأت شوية حاسس أن أنا حابب السفر بدأت أزبط شوية سفريات لأهلي وبعد كده السفريات الأصحابي في الجامعة وبدأت أحب قوي السفر فقررت لما أخرج من الجامعة أن أنا حسافر لمدة سنة يعني بعد ما خلصت جامعة مش هشتغل حاجة أنا مسافر سنة وهشوف إلا هيحصل بعديها ومن هنا يعني أنا كنت أحب عن فيديوهات برضو بس مش يعني اللي هو أبقى ترافل بلوجر أو دوكيمنتريز أو أي حاجة بس اللي اتنين بيماتشوا بعض يعني السفر وأنا بحب التصوير فليه لأ أجربت يعني حتى أنا كنت أخاف من الكاميرا في الأول بس جربت وهو بقى ليه ثلاث سنين ونص بسفر طب السنة دي روحت فيها فين وعملت إيه؟ يعني سنة ده مدة حلوة طبعاً السنة دي أنا بدأت من ساعة ما اتخرجت روحت كلها معظمة كانت دول غريبة يعني بدأت في فنزويلا جزر القمر إيران العراق يعني معظمة كانت سفريات غريبة وده كان الهدف بداعي أن أنا مش عايزة أسافر سفريات عادية سببشيلي لو عايز تتعارف فأنا حتاك تعمل حاجة مختلفة طبعاً لأن كل الناس عايزة تبقى ترافل بلوجرز بس معظمهم بيقلدوا بعض أو بيكرروا للدول فأنا لو كررت دولة ما خلص حد تكلم عليها قبلية فكنت عايزة بقى مميز في حاجة عشان كيه خطرت البلد المميزة في الأول وده عجب الناس قوي بسرعة فخلاني قدر تكمل والحد النهاردة بنفس السهل يعني هتلاقي دايماً البلاد يعني فيه بلاد أصلاً بروحها بلاد معروفة ما بعملش فيها فيديوهات بحيث أنه ممكن تتفرج عند حد تاني بس لو عايزة شوية مختلفة هتلاقي عندي بس ده كانت البداية يعني وكنت بتعود في كل دولة تقريباً وقت قدية على حسب بس في الأول كان يعني بعض بروحتي شوية لأن أول ما بدأت ما كانش باعي برجة كبيرة أن أنا أتنائل بطيران كتير بسرعة فكنت بروح ببلاد بعض فيها حاول أعمل أكبر عدد من الفيديوهات عشان أقدر أدخل فلوس عشان أقدر أروح البلد بعديها دلوقتي طبعاً صفر يبقى أسرع لأن بقى التوبيكس معينة تارجيت بقى بطلع أصورها مخصوص بس ده الفرما بين زمن ودلوقتي في الأول كنت بقعد ممكن أسبوعين أو ثلاثة شهر في البلد عادي وكنت بتحس أنت في الأسبوعين أو الثلاثة أو الشهر ده بيكون جدت أخر البلد زي ما بيقولوا ما أظنش أن فيه بلد بيتجاب أخيرها أكيد طبعاً يعني عرفت عنها كتير بس أنا بالنسبة لي عمتاً أي بلد معتمدة على الناس والموقف اللي تقابلك فلو روحت نفس البلد 200 مرة هتبقى تجربة جديدة كل مرة في 200 مرة لأن أنت هتقابل شخص جديد فيبقى عندك تجربة جديدة في 200 مرة فما لهاش آخر عمره ما السفر هيبقى لي آخر بسبب التجرب اللي هتواجهك